ادوبي برمير برو بتعلن عن احدث اصداراتها ادوبي برمير عشرين خمسة وعشرين وكمان بتعمل تغيير يعتبر شبه جزري في البرنامج يعني في حاجات كنا بنستخدمها بطريقة هتلاقي الاستخدام بقى مختلف تماما في الاصدارات اللي جاية وبرضو ان جيت للحق ففي حاجات تحسنت بشكل كبير كان المشروض تبقى موجودة من زمان بس يا عم اخيرا بقت موجودة في التحديثات الجديدة اللي جاية على ادوبي برمير فسريعا كده كبات المشروب اللازيز بتاعتك وهي اللي بنا نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله انا عمر عطالة ومعانا اول حاجة هنتكلم عليها في الابديتس الجديدة في البرمير عشرين خمسة وعشرين هي الكلور مانجمينت سيستم بقى دلوقتي التعامل في التلوين وخصوصا ملفات الرو تعالى نشوف على سبيل المثال كده ده الفوتش بتاعتنا الصورة بتاعتنا الكلورد ومعمول لها لط بشكل اوتوماتيك في البرمير وديه الرو بتاعتها زي برضو الشط اللي قدامنا ده ده برضو متصور على لوج بروفايل يعني انا دلوقتي بمجرد ما اجيب الكليب بتاعي ورميه على التايم لاين البرمير مجرد ما بقف عليه كده في اللومتري كالر البرمير بيعرف على طول الكلور اسبيس بتاعته ويقدر ان هو يحدد متصور بانهي لوج بروفايل ويحط له اللط المناسب بتاعه بشكل اوتوماتيك حتى لما نيجي نشوف النتيجة دي كده قبل ودي كده بعد فهو بيحسن الرو فوتش بتاعتي ويحط لها اللط المناسب بتاعها عشان انا اجي على الفيديو بتاعي بعد كده برضو في اللومتري كالر كل الحاجات دي تحسنت في اللومتري كالر بخش على اليدت وابدأ اختار التراك بتاعي او الكليب بتاعي واعمل له التحسنات البيزيكس بتاعته عشان اوصل من النتيجة دي للنتيجة دي بمجرد بس ايه شوية تحسنات بسيطة جدا بعملها على البيزيك كورريكشن يعني لو رجعنا برضو على الفيديو بتاعنا ده كده منظر جميل جدا وفيه ديناميك رينج حلو جدا نقدر نتكلم فيه ونحكم على التلوين هنا كملف رو والملف ده متصور او الفوتش جي متصوره بالايفون فمعروف هنا ان اللوج بتاعي ابل لوج برضو انا لو جيت كده دخلت عندي فيه اللومتري كالر على السيتنج بلاقي عندي هنا كده ان هو عامله على ريك سيفن او ناين يعني ما لقضش الابل لوج بس ده عندي برضو الامكانية هنا لاتي ان انا اختار اللوج بتاعي من لوجز كتيرة جدا موجودة بريسيتس جهزة بقت موجودة في البريمير زي ان انا عندي الفيديو ده كده والفيديو اللي قابليه ده برضو هنا ده كده اللي اتنين متصورين بنفس الكاميرا بالايفون عادي جدا هاجي في البروجيكت بتاعي واختار التراكات اللي انا محتاج احاولها كده كليك يمين عليها واروح على موديفاي وظهر عندها دلوقتي حاجة اسمها كالر هدوس عليها كده فهيجي هنا يقول لي هم على ريك سيفن او ناين هو لقطها ريك سيفن او ناين بس انا محتاج اعمل له اوفر رايد هتدك على اوفر رايد كده وحددها اخليها قبل لوج وقول له اوكي بمجرد ما عملت كده بص اللي حصل معايا الفيديو تحول من المنظر الفلات ده للمنظر الجميل جدا الالوان الطبيعية ده كده انا لسه ما عملتش حاجة فلنفترض التراك ده كده هخش عندي فلومتري كالر هروح على ايدت ودلوقتي هبدأ ازبط بقى حاجات في البيزيك كوريكشن زي مثلا شوية ساتيريشن كده لا 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 ازود شوية كنتراست ممكن ادي بلاكس شوية بس ما عملتش حاجة اكتر من كده فبص كده قبل بعد ولو بصيت كده ركست معايا اللي على اليلمين دي ده بعد ما عملت اللات بتاعي اوتوماتيك على البريمير وكمان عملتله شوية ساتيريشن وكنتراست واللي على الشمال ده ده اللوج فوتج بتاعتي طلع يعني فلات خالص كده بصت حولت من المنظر ده للمنظر ده بمنتهى البساطة لوقتي مجرد ما هشد التراك بتاعي وارميع على التايم لاين كده واقف عليه بص الالوان هنا عملت ازاي والالوان هنا عملت ازاي حتى لو قفت على التراك ده هنا كده ودخلت على المتر هيقول لي ان الالوان بتاعي هو ده فلو بصيت كده الفرق ما بين الالوان الازرق بتاعي بتاع البسين باين كويس والسمة بتاعتي بدأت بان والوان الزرع وكمان الحيطة رجعت الالوان الطبيعية تاني نغير ان انا عندي هنا برضو لو بصيت على فكرة هنا عندي كمية جاهزة لأكتر من حاجة يعني مش هتغلب هتلاقي اللي انت بتصور بيه سوني كاميرا اس لوج تو اس لوج سري وعلى فكرة اللي بصوره ده دلوقت حاليا انت بفرج علي لوج بروفايل والفيديو ده كله متمنتج ومتلون على الادوب برومير عشرين خمسة وعشرين البيتا فيرجن فهتلاقي هنا كل الكاميرات وكل بريسيت حتى لو انت البرنامج ما ادلكش البريسيت اتعرف على الفوتش بتاعتك بشكل اوتوماتيك انت طالما انت مصور بيه بروفايل المحدد انت عارفه زي ما هنا كده انا مصور به الابل لوج فبمجرد ما اختار كده الفوتش بتاعتي وهتك وخليها ابل لوج بيحول لي لمنظر تاني خالص جميل جدا تاني حاجة بقى وده يعتبر هو ده التغيير الكبير جدا في البرمير وهو جاءنا دلوقت لو كنا عايزين نعمل اي حاجة في الكليب بتاعنا فانا افتاد مثلا الكليب ده كده هو مش بمقاس السيكوانس بتاعي او الفيديو بتاعي محتاج اخلي حركوا كده شوية حركوا كده شوية كنت بخش عندي في الافكس كنترول وابدأ اعمل التعدلات دي كلها هنا كده عادي جدا لكن دلوقتي في عندنا قايمة جديدة او اوبشن جديد اسمه بروبرتز بانل بمجرد ما باختارها كده بيجي لي كل المعلومات الاساسية عن الكليب ده يعني مش هحتاج ده نخش على بس كده لأ ده في حاجات اقوى بقى واحسن كتير يعني بص انا جايلة في الكلام مبدئيا كده واحنا وقفين على البروبرتز بانل عندي دلوقتي بقى الفيل والفيت سهلة جدا دلوقتي لو انا عايز اخلي الفيديو بتاعي يبقى آآ فيتس كرين هندوس عليه كده خلى الفيديو على فيتس كرين لو عايزوا يملأ الشاشة كلها هعمل على فيل فبيملأ الشاشة بتاعتي كلها ملأ الشاشة كلها زي ما احنا شايفين كده بس انا محتاج احرك اعمله آآ تحريك اكسا نواي فانا مسلا هحركوا كده ده كنت بعمله عادي جدا في مش المعضلة يعني بس دلوقتي المعضلة بقى ان انت ممكن تعدل على اكتر من لو انا كنت تعدلت على التراك ده وعايز ادي نفس التعدلات من التراك ده للتراك اللي جنبيه ده بعمل منه كوبي واعمل له على التراك التاني لكن دلوقتي بمجرد ما اختار التراكين مع بعض بقى عندي فيه البروميرس بانا اللي لو بسيت كده البروميرس بانا متفعالة ممكن اعمل أي تعديل واللاتنين هتطبع عليهم نفس التعديل اللي انا مختارهم بيتطبع عليهم نفس التعديل اما لو بسيت على الافكتكرال مفيش اي حاجة ما عنديش صلاحية ان انا عدل على اي حاجة اللي انا مختار حاجتين هو لازم حاجة واحدة في الافكتكرال فدلوقتي لو انا مختارة اللاتنين كده ودست على فيتسج Escape هبص كده ده الاثنين بقى وفيت سكرين لو دوست على فيل سكرين ده بقى فيل سكرين وده بقى فيل سكرين يعني هي بص حاجة كانت بسيطة جدا لو عملنا مثلا تحريك لي التراكين مع بعض كده بص التراكين بقوا في نفس المكان نفس التحريك كل حاجة مظبوطة حتى كمان دلوقتي بقى عندنا الكروب دلوقتي لو تاخد بالك بقى عندك انت ممكن تعمل كروب لأكتر من تراك حاجة بديهية بس يعني ماكتعملتش غيرت عمل دلوقتي بس يعني ماشي هيتعملت فدلوقتي لو انا مثلا عايز اعمل كروب لاتراكات مع بعضيها هاجي هنا مثلا هعمل كروب من التوب بالمنظر ده كده ومن البوتن بالمنظر ده كده حلو الكلام حلو الكلام هروح على التاني الاتنين واخدين نفس التحديث نفس الكروب نفس كل حاجة في حين برضو حاجة جديدة حصلت معي هي الابشن اللي هنا ده كده الابشن ده كده اللي هو انت ممكن تعمل ترانسفورم او كروب على طول من غير ما تروح على الافكس وتجيب التأثير بتاع الكروب وتبدأ تقص الفيديو بتاعك لا مجرد ما هتختار هنا كروب هيجيب لك كده الابعاد بتاع الفيديو بتاعتك عايز تعمل له كروب من هنا او من هنا وعايز احركه دلوقتي هقوم جاي هنا كده ومغيرة خليها ترانسفورم حركه اخليه كده وممكن اجيب التراك التاني فوقي بالمنظر ده كده وهاجي على التراك التاني ده كده عايز اعمل له كروب برضو فهاجي هقوم واقف وانا واقف عليه هختار كروب وابدأ اعمل الكروب ليه كده واخبالك الكلام وبعد كده هقوم ترانسفورم احركه بالمنظر ده حتى دلوقتي بقى عندي جزء خاص به الاوديو لو انا مختار عندي تراكين هنا كده وانا عايز اكتم الصوت بتاع التراكين دولة مرة واحدة هقوم عامل ماينس كده للاوديو بتاعي هتلاقي ان الاوديو بتاعي اللي اتنين بقى ما عملوهم ميوت حتى لو دست على كلمة ميوت مرة واحدة هيقفل لي الصوت بتاع التراكين مرة واحدة فخلي بالك ان البروبرتز بانال ديت هتبقى فيها التحكم وهتبقى دراعك اليمين حرفيا في الشغل بعد كده اي لير او اي حاجة بتحطها عندك فيه تايم لاين زي مثلا انا كتبت كده تيكست فبمجرد ما بكتب التيكست بتاعي في البروبرتز بانال بيجيب لي كل المعلومات الخاصة بالتيكست والستايل بتاعه والالايمنت وكل حاجة الفونت يعني كل حاجة بقت في مكان واحد عشان دلوقتي متعودش تلف على الافكت كنترولز بعد كده تروح على الاسسينشل جرافيك وبعد كده ترجع تاني على الافكت كنترولز وبعد كده تجيب الفكت من الفكتز فالهاصل ده كله هو دلوقتي ايه بمجرد ما ببدأ ازبط كده التيكست بتاعي واعمل له الالايمنت في السنتر وممكن اغير الفونت بتاعي كده فبعمل دلوقتي كل التعديلات والتحسناتها ممكن اعمل ستايل بتاعي كده جوه البروبرتس بانال والتحديث ده بالذات ادوبي بتارجد به وبتستهدف بشكل كبير جدا المبتدئين او الناس اللي عايز تتعلم المونتاج عشان ده هيسهل التعامل على البرمير بشكل كبير جدا هيدي راحة كبيرة جدا لا اي حد عايز يخش يتعلم لا كل حاجة بقت في البروبرتس بانال بتاعتك فمش هتروح وتيجي كده لا فادوبي بتستهدف مستخدمين جداد بالخاصية ديت بشكل كبير ده غير طبعا ان هو هيسهل على انه استخدمين اللي قبل كده التعامل على البرمير ده غير اول حاجة بنلاحظها كده اول ما نفتح البرمير بإصداراته الجديدة انه يتغير بشكل كبير جدا من الوجهة بتاعته وكمان في حاجات بسيطة حصلت فيه زي مثلا التراك دلوقتي التعامل مع التراكات ممكن اعمل ترانزيشن او فيد للصوت مجرد ما دوس على الايكون دي كده وابدأ اشدها ناحية الشمال او ارجحها تاني فبعمل فيد اول كده زي ما انت شايف ليه التراك الصوت ده كده حتى لو عايزة خش دلوقتي على ايفيكت كنترولز على طول لاي تراك سواء الصورة او الصوت بادوس على كلمة اف اكس كده فبينقلني على طول على الايفيكت كنترولز عشان اعدل على التأثيرات بتاعتي عشان انا دوست على كلمة اف اكس نغير ان الوجهة بقى فيها اشكال والوان تانية زي مثلا لو دخلنا على ايدت بعد كده ابيرانس بلاقي عندي هنا كده فيه داركست مود وفيه دارك مود وفيه اللايت مود لو دست على الدارك مود كده او اللايت مود يعني بص لأ لأ خلينا في الداركست انا بحب داركست وكمان بقى فيه high contrast اللي هو لو دستي كده على high contrast بص كده ركز معي بيعمل لي تأسيمة او بيبرز لي الوجهة بيخليلي الموضوع اكتر contrast او اكتر وضوحة يعني واخر تحديث الادوي بيقوله واللي طبعا لازم يقول ان هو بيحصل فيه كده كل مرة ان البرنامج بقى اسرع دلوقتي البلاي باك بقى احسن دلوقتي افضل دلوقتي التعامل مع الكودك المختلفة بقى يعني انعم وافضل فبنسبة كبيرة ده اكتر تحديث انا حبيته وتحمست له في التحديثات اللي حصلت قبل كده وممكن نشوف ايلا هيحصل بعد كده ممكن يجي تحديث تاني احسن من دوت ولسه ربنا يدينا ويديكو طول طول العمر يعني والتحديثات تيجي على هواينا دايما يعني فاقول لانت بقى اي اكتر تحديث انت حبيته ومتحمس ان انت تجربه وبس كده تنساش بقى عشان تتابع كل جديد اول باول تعمل لايك للفيديو اشترك في قناة سبسكراف في القناة بازن الله ما استنى اشوفك الفيديو اللي جاي انا عمر عطالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته